من أكتر الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت وخلقت حالة كبيرة من التعاطف والحزن حوالينا العالم كانت الفيديوهات اللي بتنقل لحظة معرفة المرسلين الصحفين بخبر وفاة حد من أسرتهم أو أهلهم وهم على الهوى بيبثوا الأخبار وأكتر فيديوهين تدولوا من الناس على السوشيال ميديا وتصدروا الترند وحققوا ملايين المشاهدات كانوا للمرسل التلفزيوني والمصور معتزل عزيزة واللي فقد عائلته المكونة من 15 فرد في القصف الإسرائيلي على بلده أما الفيديو التاني فكان خاص بالمرسل التلفزيوني وائل الدحدوح واللي تلقى الخبر وقت زجوره على الهوى لتغطية الأحداث وحصلوا حالة من الانهيار نتيجة وفاة زوجته وابنه وبنته وحفيده اللي عمره 45 يوم بس والحقيقة هنا عايزة أقول لكم على حاجة بتوضح بشكل كبير حجم المأساة اللي بيعيشها أهلنا في غزة المرسل التلفزيوني وائل الدحدوح موزع أبنائه الثمانية على ثلاث بيوت ومش مقاعدهم في بيت واحد من بداية الحرب وطبعا هو عامل كده عشان لو البيت اتعرض للقصف ما يموتش الأبناء كلهم مع بعض